يفخر العرب بمآثرهم وأيامهم ويحفظون أمورا كثيرة فيروون حكايات أبطالهم جيلا بعد جيل ويذكرون تفاصيل لا حصر لها فيطلقون اسما على كل شيء متعلق بفرسانهم بما في ذلك سيوفهم ورواحلهم أي الإبل التي يركبونها وبالطبع خيوضهم في بلاد تونس على سبيل المثال وفي ديار بني هلال على الأخص ما زال الناس يتدولون قصة الخضرة فرسي إذياب بن غانم وكيف قتلها زناتي وهي حكاية مثيرة وممتعة وشيقة ورغم أنني أصبحت كهلا تجاوز الثلاثين إلا أنني ما زلت أستمتع بسماعها وأتحرك مع أحداثها تماما كما كنت أطرب لها وأنا طفل صغير فأتابع الشاعر أو الراوي وهو يقص كيف طلبت الزازية من ذياب بن غانم أن يترك الخضرة لها لتمتطيها لتخوض هي والنساء الحرب بدلا من رجال القبيلة وتكاد أن تعيره بالجبن فيغضب ويشتد غضبه فيسرج سرج الخضرة ويلبسها اللجام ويخرج بها إلى الميدان طالبا أزنات خليفة للنزال وبالطبع يختلط الواقع بالخيال في قصص الأبطال وكنت أظن أننا معشر بني هلال في تونس نبالغ في حكايات فرساننا ونشط في الفخر بهم حتى خبرت الزملاء العراقيين عن قرب وبالأخص المهتمين منهم بسوالف العرب وعلومهم فاكتشفت أن أبا زيد الهلال وذياب بن غانم يلعبان في دوري الدرجة الثانية لنا زميل من عشيرة البعزة وهو حاضر معنا في تصوير هذه الحلقة حكى لي بإسهاب عن فارس القبيلة الأكبر زبيد أي مجمل قبيلة زبيد فالبعزة فرع منها حكى لي أساطير الأولين عن عمر بن معد بن يكرب الزبيدي أو الزبيدي حتى تخيلت أن عمرا كان يطير وأنه أقل من سوبرمان بقليل ثم شطح شطحة لم أستوعبها وقلت فوق كل ذي علم عليم وبالطبع أثار الأمر فضولي فقلبت كتب السير والتاريخ والفتوحات فوجدت بالفعل العجب العجاب وقلت أسلي نفسي بشيء من شعره وهو الملقب بفارس العرب فوجدته يقول لقد علمت خيل الأعاجم أنني أنا الفارس الحامي إذا الناس أحجموا وأني غدات القادسية إذا أتوا بجمعهم ليث هصور غشمشموا وكما يقال والنعم من زبيد ومن جميع القبائل لا علينا كل ما سبق في واد وليس بينه وبين قصتنا التالية أي رابط سوى ذكر الخيل إذ أن هناك منشورا أثار بلبلة وزوبعة وهو عبارة عن هذه الصورة مرفقة بتعليق يقول دا استبل خيل في دبي وأنا اللي فكرت فندق والحصان بيشتغل في الريسبشن مع صورة وجه ضاحك صفراء يا ربي بالطبع الصورة ليست لإستبل خيول في دبي بل تظهر متحف الخيول الثقافي في مقاطعة جيانجسو الصينية والذي تم افتتاحه في مايو من عام 2016 ويضم 43 سلالة نادرة من الخيول من 30 دولة حول العالم ويتبع المتحف مجموعة هيلن الرائدة في تصنيع الملابس في مدينة جيانجي لا أكثر وهذه فرصة لأذكركم أن الصور الغريبة العجيبة يمكن أن تكون صورا لأشياء ثقافية لمعارض لمتاحف فرجاء أن تبحث قليلا قبل أن تتناشر منشورات تافهة من هذا النوع ترجمة نانسي قنقر